السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم جميعا ردنا على إعلامي تامر أمين الذي قال في حديث له الصعيدة بيشحن بناتهم من الكاهرة عشان يشتعلوا قدمات طبعا في البداية الأخ تامر أمين اعتذر برضو عن الكلام دي ولكن عايزة بضح له لماذا هذه الإهانة تزدر من إعلامكم طبعا بنحترمه ممكن له كل احترام ولكن عايزة أعرفك يا أخ تامر أني صعيدة بيخاف على بناتهم جدا وأني صعيدة ما ببعاتوش بناتهم في مكان وقاتها حداك لو جبت بنت صعادية بتشتغل قدمة في مصر ولا في أي مكان البنات عندنا عندهم الخط أحمر ما فيش حاجة أسنع بنات صعيدة روح لمصر يا أخ تامر حافظ على ألفظه قبل ما تتكلم حتى أنا بقولك كلام دي بعد ما اعتذرت فيجب أني انت تعرف أني في صعيدة ناس بتحافظ على التقليد والعادات والمبادئ وإحنا طبعا كلنا بنحترم سيات الرئيس وكلنا وطنيين وكلنا مع مبادرة الرئيس ولكن عشان أنت تطلع وتقول الكلام دي هذا الكلام مرفوض منك تماما تماما وحتى لو اعتذرت عليه يجب أن يأخذ القضاة مجراه لأن الصعيد مش منطشة كل شوية حد يطلع يتكلم عن الصعيدة ده واحد قبل كده تتكلم عن أمهاتنا ونهاردة أنت بتكلم عن بناتنا يعني مش عارف يعني أنت متعرفوش الصعيدة على حق إحنا ناس يعني محترمين ناس بنحترم حتى لو كانت بتشتغل لو البنت بتشتغل مش عيب حتى لو كانت ولكن أنا أعتقد أن كل اللي عنده بنت في الصعيد بيحافظ عليها وعلى شرفها وعلى قرامتها وشرف الصعيدة وكلكم عارفينه بلاش تطاول النبي عشان يعني العملية بلاش تزيو الناس بألفزك يعني أنت عايز تتكلم براحتك لكن الصعيد يا عم تامر دي خطة أحمر أرجوك يعني كده أنت تجوزت حدودك حتى بعد الاعتذار أنت يعني أنت رجل إعلامي كبير المفروض تكون محافظة على شعور الناس يعني قبل ما تتكلم تكون اللفظ اللي أنت بتطلعه تكون عارفة رايح فين وجه منين مش تهيننا وتهين بناتنا وتهين شرف الصعيدة أنا متكلم عن نفسي وإحنا مش عايزين نصيد في معكرة ولا عايزين نفعل الموضوع ولا عايزين نصعده لكن أقل أضعف الإيمان أنا رجل شاعر وعدو اتحاد كتاب مصر وكاتب وأديب وليه عشرين مؤلف من كتاباتي وصعيدي وغير على بلدي وعلى بناتي وبناتي الصعيد وبتكلم باسمي بلدي وباسمي على أقل باسمي نفسي عشان ما حسش إن أنا لأنا زعيم وراجل بحب جيش مصر وبحب الريس السيسي وكلنا مع مبادرة الريس السيسي على زيادة السكنية وكلنا وطنيين فبلاش بالنبي يعني بلاش نزايد على الوطنية بلاش أنت تكلم براحتك وقول براحتك لكن ليه أنت بتخطي الخطوط دي والحدود دو كلها ليه أنت بشفتش الراجل اللي تكلم عن عن مهات الصعيد جبل كده شفت عمل فيها لكن إحنا بجا مش هنسمح ليك ولا لغيرك كل شوية واحد يطلع يطول على الصعيدة لا يا عمي أنت لازم تاخد إحنا بنطالب بحاجنا قانونيا منك واعتذرك دي يعني كويس وكل حاجة ولكن بعد آه بعد ما أنت أهنت الناس جاي تعتذر لا يعني أرجوك إحنا كنا بنحبك لكن أعتقد دلوقت أنا مجي بحبك ولا كل واحد سعيدك سمع كلامك عن الصعيدة اللي بيشحنه ويشحنوا بناتهم من القاهرة عشان يشتعروا خدماتها يحبوك لا إحنا دلوقت بنحبكش وبنطالب بمعاكبة القانونان يا عمي تامر وعشان تبقى عبرة لأي حد يتجاوز وأي حد يتكلم عن الصعيد وشايف أنا هديني برد عليك بكل احترام وكل أدب وأتحداك لو مسكت عليها غلطة لأن احنا مش أهل غلط احنا أهل عادات محترمة وأهل تقاريد محترمة واحنا وطنين جدا وبنحب جيشنا جدا وبنحب مصر جدا وبنحب الرئيس السيسي جدا وناس أو الناس يكون مع الدولة وواكفين مع كل أي شيء لصالح البلد بنعمله وناس متفاهمين ومننا دكاترة ومننا أساد الجامعة ومننا شعراء ومننا فنانين ومننا أدباء يعني مش صعيد ما تتخيلش زي ما انت حطت الصورة في دماغك ومننا أعلمين أكبر بينك وأحسن منك مليون مرة شكرا لك